السؤال هو ماذا يحدث لمنحنة دالا Q عند الخط المقارب الرأسي X يساوي سالب ثلاثة؟ أوقفوا الفيديو وحاولوا معرفة الإجابة الصحيحة بأنفسكم لاحظوا أن الدالا Q لX معرفة على هذا التعبير النسبي أولاً حللوا البسط ما العددان اللذان حاصل ضربهما يساوي اثنان وناتج جمعهما يساوي ثلاثة؟ العددان هما اثنان وواحد إذن تحليل البسط هو X زائد واحد ضرب X زائد اثنان تقسيم X زائد ثلاثة إذن X يساوي سالب واحد أو سالب اثنان يصبح البسط مساوياً لصفر ولكن المقام لا يساوي صفر هذا يعني أن هذه النقاط تكون عندها الدالا تساوي صفر ولكن إذا X يساوي سالب ثلاثة يصبح المقام مساوياً لصفر ولكن البسط لا يساوي صفر إذن X يساوي سالب ثلاثة وبالتالي الخط المقارب الرئسي الذي يقترب منه منحنة دالا هو الخط عند X يساوي سالب ثلاثة حيث يقترب منحنة دالا من الخط هكذا أو يتجه إلى الأسفل هكذا أو قد يكون شكله هكذا إذن كلما اقتربت قيمة X من سالب ثلاثة تقترب الدالا من اللانهاية الموجبة أو السالبة من جهات مختلفة أرسموا خط الأعداد هنا قيم X هي سالب ثلاثة سالب اثنان سالب واحد ماذا نقصد بعبارة كلما اقتربت X من سالب ثلاثة من الجهة السالبة؟ هذه الإشارة السالبة تعني أن المنحنة يقترب من الجهة السالبة هذا يعني أن المنحنة يقترب من سالب ثلاثة من الجهة اليسرى أي الفترة هي X أقل من سالب ثلاثة ما إشارة Q لX كلما اقتربت قيمة X من سالب ثلاثة من الجهة السالبة؟ إذا كانت قيمة X أقل من سالب ثلاثة هذا يعني أن X زائد 1 يساوي قيمة سالبة وX زائد 2 أيضا يساوي قيمة سالبة وX زائد 3 يساوي قيمة سالبة قيمة سالبة ضرب قيمة سالبة يساوي قيمة موجبة ثم قيمة موجبة تقسيم قيمة سالبة يساوي قيمة سالبة هذا يعني أن Q لX في هذه الفترة تساوي قيمة سالبة. إذن، كلما اقتربت قيمة X من سالب ثلاثة من الجهة اليسرى، تقترب Q لX من اللانهاية السالبة. هذا يعني أن الخيار الثاني قد يكون الخيار الصحيح، والخيار الرابع أيضاً قد يكون الخيار الصحيح. يمكنكم التحقق من ذلك عن طريق تجربة بعض قيم لX من الجهة اليسرى. مثلاً، إذا X يساوي سالب ثلاثة وواحد بالعشرة، Q لسالب ثلاثة وواحد بالعشرة يساوي سالب ثلاثة وواحد بالعشرة زائد واحد ويساوي سالب اثنان وواحد بالعشرة ضرب سالب ثلاثة وواحد بالعشرة زائد اثنان ويساوي سالب واحد وواحد بالعشرة تقسيم سالب 3.1 بالعشرة زائد 3 ويساوي سالب 1 بالعشرة لاحظوا أن قيمة البسط موجبة وعند تقسيم البسط على سالب 1 بالعشرة هذا يعني ضرب البسط في سالب 10 وبالتالي ناتج القسمة يساوي قيمة سالبة كبيرة وإذا X يساوي سالب 3.1% Q لسالب 3.1% يساوي هذا يعني أن الناتج يساوي قيمة سالبة أكبر من القيمة السابقة أي تقترب قيمة الدالة من اللانهاية السالبة ماذا يحدث إذا اقتربت قيمة X من سالب 3 من الجهة الموجبة؟ الإشارة الموجبة هنا تعني أن X تقترب من الجهة الموجبة والفترة هي بين سالب 2 وسالب 3 أي سالب 3 أقل من X وX أقل من سالب 2 هذا يعني أن X زائد 1 يساوي قيمة سالبة وX زائد 2 أيضا يساوي قيمة سالبة ولكن X زائد 3 يساوي قيمة موجبة لأن X أكبر من سالب 3 مثلا إذا X يساوي سالب 2.99% Q لسالب 2.99% يساوي سالب 2.99% زائد 1 يساوي سالب 1.99% ضرب سالب 2.99% زائد 2 يساوي سالب 99% تقسيم سالب 2.99% زائد 3 ويساوي 1% إذن لديكم قيمة موجبة في البسط تقسيم 1% أي ضرب 100 هذا يعني أن قيمة Q لX تزداد بشكل أكبر وتقترب من اللانهاية الموجبة كلما اقتربت X من سالب 3 من الجهة اليمنى إذن الخيار الثاني هو الخيار الصحيح لأن الخيار الرابع يشير إلى اقتراب Q لX من اللانهاية السالبة إذن ليس الخيار الصحيح وهكذا انتهيتم من حل السؤال ترجمة نانسي قنقر